أول نبوة ذكرت عن يسوع المسيح هي في سفر التكوين الإصحاح الثالث الآية خمسة عشر بعد معصى آدم وحواء ربهم في جنة عدن الرب طبعا طردهم من الجنة لكن أعطى وعد يسمى الوعد المسياني الأول أنه في يوم ما سيأتي المخلص من نسل المرأة الذي سيصحق رأس الحية وطبعا دائما الحديث عن الرجل لكن لأول مرة يقول الكتاب أن المخلص الذي سيأتي في ملء الزمان الرب يسوع المسيح سيأتي من نسل المرأة وبالفعل تمت هذه النبوة من خلال مجيء المسيح من أحشاء القديسة مريم العذراء والرسول بولوس يقول في رسالته إلى أهل غلاطية الإصحاح الرابع والآية أربعة ولكن لما جاء من الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني النبوة الثانية أن المسيح سيأتي من صبت يهوذة وهي قصة النعمة طبعا البكر هو رأوبين لكن الرأوبين أخطأ والرب طبعا رفضوا وفيه الثاني والثالث اللي هو شمعون ولاوي سفكوا دم بريء فالرب أيضا رفضهم فالله اختار يهوذة وصبت يهوذة الصبت الملكي ليولد منه يسوع المسيح النبوة الثالثة أن المسيح سيأتي من صلب إبراهيم وهذا ما يسمى العهد الإبراهيمي أن بنسل إبراهيم أي بالمسيح ستتبارك جميع قبائل الأرض نبوة أخرى أن المسيح سيأتي من عائلة يسا من بيت لحم يسا هو أبو الملك داود وطبعا هذا يقودنا أيضا أن المسيح جاء من بيت داود ليملك على كرسي داود إلى الأبد لكن النبوة الشهيرة أن المسيح سيولد من عذراء في إشعياء إصحاح 7 آية 14 مكتوب هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل الولادة العذروية ثم يتنبأ الكتاب المقدس عن مكان الولادي أنه سيولد في بيت لحم نبوة ميخة الإصحاح الخامس والآية 2 أما أنت يا بيت لحم لست الصغر بين ألوف يهود لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل أن هذا الشخص الأزلي سيولد في ملء الزمان في مكان متواضع في مدينة بيت لحم ثم أيضا أنه بقوة بتتكلم أنه عن يسوع أنه سيكون اسمه عم نؤيل أي الله معنا واسمه أيضا يسوع أنه الله يخلص وأيضا أنه هو المسيح الممسوح من الله الذي جاء من السماء ليقدم رسالة الخلاص وأيضا ابن الإنسان ليتعاطف مع البشر مع الجنس البشري وأيضا هو رئيس السلام حتى يعطي السلام لعالم متألم لعالم بعيد جدا عن السلام يختبر سلام الله وحضور الله الحقيقي في حياته هذه النبوات تمت في وقت ميلاد الرب يسوع في شخص واحد هو شخص المسيح يسوع